أهلا بحضراتكم من جديد انتصار كان مهم جدا للنادي الأهلي مبرح على فريق عنيد وصعب وقوي ومميز وجيد وكل حاجة هو فريق المقاولون العرب لكن الأهلي عمل مطش كبير في نفس الوقت وأنا مهم أولا أتكلم في الحتة دي لأن أنا ملاحظ أن دايما لما الأهلي بيكسب الناس بتحاول تقلل من انتصار عن طريق إيه؟ عن طريق أن يتم الإشادة بالفريق المنافس لمجرد أنه عمل مباراة قوية قدام النادي الأهلي طبعا مقاولين عمل مباراة جيدة لكن الأهلي كان حلو وخلي بالك ما تربطش ما بين أن الأهلي حلو وعدد الأهداف اللي فاز بين نادي الأهلي لا دي حاجة ودي حاجة أنت ممكن تبقى حلو جدا بتكسب واحد سفر زي مبارح في أفضل من كده طبعا مش مختلفين لكن أنت في نفس الوقت كنت كويس جدا وكسبت بهدف مقابل لشيء قدام فريق متكتل دفاعية فريق متكتل دفاعية والإشادة لما بتكون بالمقاولين الناس بتشيد ليه عشان هو خرج واحد سفر بس قدام الأهلي دون النظر لطريقة اللعب أن فريق زي المقاولين له كل التقدير والاحترام مدرب مميز كابتا عماد النحاس بيلعب بشكل دفاعي بحت تقريبا يعني لكن رغم كده أنت عملت إيه أنت وصلت لجون كتير جدا في مطش المقاولين ضيعت أهداف كتير جدا ما كانش فيه توفيق في الفرص اللي جات لك قدرت تخلق لنفسك فرص محققة فيه تنوع في اللعب بتدخل جوا منطقة فيه تسديد من كارج منطقة الثمانتاشر فيه عرضيات في كل حاجة الأهلي بمبارح بيعمل كل حاجة مش مبارح بس بقى أهو بص حدركم تسديد من بره منطقة عرضيات بتتعمل زي ما احنا شايفين اختراق من الأطراف الأهلي بيعمل كل حاجة في القورة مش مبارح بس في مطش المقاولين لا على مدار الأربع مطشات اللعبهم الأهلي لحد دلوقتي في بطولة الدول الأهلي عمل ايه؟ الأهلي لعب مطشين مع فرقتين كبار اللي هما الإسماعيلي والزمالك كسب أربعة وكسب خمسة تمام؟ ولعب مطشين مع فرقتين متكتلين دفاعية كسبهم واحد سفر في كل الأحوال اللي بيتحقق بيتحقق النتيجة لكن الجديد على النادي الأهلي السنة دي ايه هو؟ ان احنا شايفين أداء وشايفين طريقة لعب وشايفين جمل وشايفين شكل مميز للفريق ده اللي كان دايما بيحلم به جمهوري النادي الأهلي بالتحديد السنة اللي فاتت آه كنا بنكسب بطولات كنا ماشيين كويس جدا لكن أغلب الأوقات ما كانش عندنا أداء مميز كنت بتحقق النتائج لكن الأداء ما كانش بالشكل اللي احنا بنشوفه من بداية الموسم في الدوري فده أو دي حاجة تحسب بشكل كبير جدا للراجل اللي احنا شايفينه قدامنا مستر بيتسو موسيماني وجهازه معاون طبعا وأيضا للعاب النادي الأهلي اللي عندهم إصرار وعزيمة وروح كبيرة جدا تعودنا عليها من خلال النادي الأهلي دائما وآبدا ففيه أكتر من كرة مهمة جدا كمان عايز أتكلم عليهم لكن اللي عايز أأكد عليه إنهم الكرة دي طبعا اللي عايز أأكد عليه إن الأهلي عامل مباراة كبيرة لأن الملاحظ إن دايما بيتم الإشادة حتى لما تلاقي فريق خسران خمسة ومن جرد إنه أحرص تلاقي أهداف بتلاقي الإشادة دايما الناحية الثانية طب يا جماعة والأهلي ده الأهلي اللي ماشي كويس ده الفرقة التحفة دي ما شاء الله لكوات اللي بلا الفريق اللي عامل شغل ده اللي عنده تنوع في اللعب كمان عنده تنوع في طرق اللعب يعني أنت بتبقاش عارف الأهلي اللعب 3-4-3 ولا حارف 4-2-3-1 ولو المباراة بعزلاجة شوية كده يعني بلغة الكرة بنلاقي تغيير أو تعديل في طريقة اللعب وفي الخطة وبالتالي بتقدر توصل للهدف المنشوط بإنك تحرز أهداف فدي حاجة كويسة جدا فوجب الإشادة كل الإشادة بالجهاز الفني واللعبين وبروح الفرقة بعد الفوز ممارات الأمس وبعد الأربع ممارات اللي لقابهم من نادي الأهلي سواء دامر إسماعيلي البنك الأهلي الزمالك والمقاولون العرب فبصراحة الواحد مبسوط واللي مختلف شوية على الأهلي السنادي تحديد وللواحد حسي به شوية وهو بيتفرج على المطش بقيت أنت قاعد واسق ومتطمن أن موضوع أن الجن يجي ده مسألة وقت مش أكتر يما بتفوز بعدد وفر من الأهداف في ممارات كبيرة زي الإسماعيلي والزمالك أو لما بتبقى فرق متكتلة قدامك آه بتبقى متكتلة وموضوع صعب جدا وماتش صعب جدا ويعني بيدفعوا بكل ما أوتي من قوة الفريق المنافس بيدفع كده لكن في نفس الوقت أنت كمشجع أهلاوي أو كواحد محب لنادي الأهلي حيكسب على غرار فترات كتير جدا قبل كده مع مستر مانويل جوزي مثلا كنا بديمقزين مطش عايزين حنشوف الأهلي هيكسب كام لكن عارفين الأهلي هيكسب الواحد دخله الإحساس ده شوية الفترة دي الأهلي اللي يبدأ دخل لك الإحساس ده لأنت بتكسب وبتقدي بشكل كويس وبتوصل كتير طبع ما بتوصل كتير فهيجي لك إحساس أن أنت حجيب الجن في أي وقت موضوع موضوع وقت بس وده اللي الواحد تد يحس به بخصوص النادي الأهلي السنة دي بعد الشكل والأداء المميز جدا فألف ألف من يوم مبروك لجمهوري النادي الأهلي وللفريق والجهاز الفني وللنادي ككل هذا الفوز الجيد وهذه الانطلاقة المستمرة بشكل رائع وعشان نتفادى الظروف اللي حصلت معنا للسنة اللي فاتت والنقاط اللي فقدناها بشكل كبير أعين كان بها لأسباب إيه فمهم أول أن يكون في تركيز واضح أن في تركيز عند اللعيبة كلها واضح جدا أن الكل عنده هدف مهم جدا وهو تحسين صورة أداء الأهلي مش النتائج النتائج كويس أخي خسرت الدوري خسرت السوبر دورت في قرات القدم لكن تحسين شكل الأداء وواضح أن ده هدف مهم جدا عند الجهاز الفني بينفزه اللعيبة بشكل مميز عايزة شيد امبرح